اشتركوا في القناة هايكون على الحال جاهزين؟ يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله اول سيكشن معانا كان بيتكلم عن السيكشن ده سهل جدا وبسيط مفوش اي حاجة خالص هنراجع بس كده علشان نفتكر القوانين اللي كانت موجودة فيه اللي هنستخدمها بعد كده دلوقتي لو انا عندي فيكتور المجنيتيود بتاعه عبارة عن ايه؟ عبارة عن روت تمام؟ ده طبعا الناتج بتاع المجنيتيود بيديني رقم بيديني سكيلر الكلام ده طبعا في لو انا عندي مثلا المجنيتيود هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن روت لو انا عندي مثلا عبارة عن الروت بتاع ايه؟ بتاع كل رقم فيه سكوير تمام؟ دلوقتي لو انا عندي A B A B هنا مش معناها ان ايه مضروبة في بي لأ A B يعني عندي مثلا قطع مستقيمة القطع المستقيمة دي النقطة اللي هنا اسمها A والنقطة اللي هنا اسمها B فلو انا عايز اقول A B يعني المسافة اللي من هنا لهنا دي كده دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نيجاتف بي في ايه هي هي نفس اللي عبارة عن ايه النيجاتف البي في ايه لو انا مشيت بهذا الاتجاه طب لو انا عايز اجيبها بقى القرقم هتبقى B ماينوس A لو انا قال لي A B هتبقى B بالنقط بتاعتها ماينوس LA بالنقط بتاعتها تمام؟ طب اليونت فيكتر عبارة عن ايه؟ لو انا عندي الeniونت فيكتر بتاعها بتبقى İ كده في ايها تمانية كده صغيرة عبارة عن آآ الاحداثيات بتاعت ال dalej على الماغنيتود بتاع الA وده طبعا بيطلع لي فيكتر الناتج الكونت فيكتر من اسمه كده يونت فيكتور هيطلع لي فيكتور. طب البيكتور ده يعني اليونت فيكتور ده بتاع مثلا الاي اي ان كانت الاي اي دي. ايه هي الخصائص بتاعته. ان انا لما اجي اجيب الماجنيتيود بتاع الاي اليونت ال الايه هيتلع لي. تمام? مش الايه القديمة. هيطلع بوان. هي ايكول وان. تمام? عشان اتأكد ان اللي لن اطلع اضي يونت فيكتور فعلا. لو انا جيت جبت المجنيتود بتاعه هيطلع لي وان. طيب دلوقتي انا عندي شوية برودكت كده بقدر انا نعملها مع الفيكتورز. اه اول حاجة اللي هو الدوت اللي هو بيطلع لي النتج بتاعه ويطلع لي سكيلر بيبقى عبارة عن اي بيبقى عبارة عن اي دوت بي عبارة عن المجنيتود بتاع الاي مضروف في المجنيتود بتاع البي في كوزاين السيتا. ده لو انا عندي سيتا اللي هو ايه اللي انا عندي مسلا تو فيكتورز اهمت ادي الاي ودي البي السيتا اللي هي الزاوية الصغيرة اللي ما بينهم تمام ومن هنا نقدر نطلع بقانون الكوزاين السيتا اللي هو A.B over magnitude بتاع A في المغنيتود بتاع B تمام؟ من هنا بقى نطلع بقانون مهم جدا بيجي في الأسئلة كتير إن A.B البرودكت اللي هو الدوت تمام؟ لو equal zero كده يبقى الA عمودي على الB لو جاب لي مثلا نقطتين A و B وقال لي إثبت إن هما orthogonal هعمل إيه؟ هجيب الدوت بروودكت بتاعهم لازم يطلع لي بزيرو طيب لو أنا عندي الكلام ده لو أنا دلوقتي تاب الدوت بروودكت ده لو أنا عندي مثلا زاوية طيب لو أنا ما عنديش زاوية لو أنا عندي نقط بس هعمل إيه؟ عندي آآ الـ A مثلا بإيه A1B1C1 والبي بإيه 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 2 بإيه 2 C2 الـ A دوت بي آآ الدوت بروودكت عبارة عن إيه؟ عبارة عن ده في ده بلاس ده في ده بلاس ده في ده عبارة عن الاحداث الاول هنا مضروف في الاحداث الاول هنا بلاس الاحداث التاني هنا مضروف في الاحداث التاني هنا بلاس الاحداث التالت هنا مضروف في الاحداث التالت هنا تمام وطبعا الدوت برودكت ضرب ابدالي طيب دلوقتي الفيكتور برودكت الكروس برودكت بقى الكروس برودكت ده شبه الدوت برودكت كده بس ايه بيطلع لي فيكتور الناتج بتاعه بيطلع فيكتور مش بيطلع رقم مش بيطلع سكيلر بيطلع فيكتور ليه احداثية تمام عبارة عن ايه عبارة عن المجنيتيود بتاع الايه في المجنيتيود بتاع البي في الصين السيتا اه اللي هي برضو الزاوية الصغيرة اللي ما بينهم ومن هنا نقدر نقول ان الصين سيتا بالمجنيتيود بتاع الايه كروس البي على المجنيتيود بتاع الايه في المجنيتيود بتاع البي طب انا ليه هنا حطيت كروس وهنا مش موجود كروس لاننا الصين لازم تطلع عندي برقم طب عشان اجيب وانا الناتج بتاع الكلام ده الكروز ده عبارة عن اي؟ عبارة عن فيكتور طب انا عايز ج yüzden اجيب رقم هيعمل اي؟ هجيب الماجنتيود بتاعه طيب دلوقتي نطلع برضو بقانون تاني مهم جدا لو انا عندي لو قال لي مثلا اثبت ان الاي بتوازل بي طب دي عبارة عن ناتج الكروز برودكت هتطلع لي الزيرو بكتور مش زيرو رقم زيرو بكتور لان احنا عارفين ان الكروز برودكت بيطلع لي بكتور تمام طب لو انا عندي نقط بقى لو انا عندي الاي مثلا لها احداثيات والبي لها احداثيات ما عنديش اي صين خالص عبارة عن ايه الكروز برو دكت ده هجيبه ازاي هحمل محدد هحط في اول صف الاي والجي والكي وبعد كده هحط في تاني صف احداثيات الاي وفي تالت صف احداثيات البي واقدر ان انا افك المحدد بالطريقة اللي احنا عارفينها وانا كدبها لكم هنا هيت ما نساش ما نساش ما نساش ان تاني حاجة عبارة عن يعني لما باجي تاني بفك لتلات حاجات تاني واحدة لان هنا الاشارة بتاعت دي والاشارة بتاعت دي ماينس والاشارة بتاعت دي ما نساش الحتة دي خالص طيب دلوقتي لو انا الكروز برو دكت ده ابدالي ولا مش ابدالي لا هو مش ابدالي بس لما باجي الاي كروس البي بتايكل نيجاتف بي كروس الاي طيب انا عندي كده حاجة كده انا رسمها صغيرة كده هقول لكم دي عبارة عن ايه دلوقتي انا عندي شوية اه يونت فيكتورز كده اللي هم الاي والجي والكي اه هتلاقوني كتبهم بعدين قدام شوية عبارة عن ايه دلوقتي لو انا لو جاء لي ان الاي لو جاء لي الاي كروس الجي هيتطلع لي كيه طب لو ال K 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 عبارة عن إيه؟ عبارة عن مثلا لو أنا عندي 3 vectors A dot B cross C لو أنا عندي 3 vectors مضربين في بعض ضرب dot و cross هعمل إيه؟ الحل بتاعهم بيتحل إزاي؟ هحط التلاتة هعمل برضو محدد هحط في أول صف إحداثيات أول vector هحط في ثاني صف إحداثيات تاني vector هحط في ثالث صف إحداثيات تالت vector وأفكر محدد نفس الطريقة اللي أنا كنت عاملها فيه طب هنا هيطلع لي برضو لحاجة مهمة جدا بيجي فيها برضو أسئلة لو جاب لي مثلا الأي والبي والسي وقال لي إثبت أنه هم يعني على نفس المستوى هعمل إيه؟ هضرب ضرب اللي هو هقول إن الأي دوتل بي cross C هيطلع لي لما أنا عمل الكلام ده كله الناتج هيطلع لي بزيره ويبقى أنا كده أثبت أنه هم طيب أنا عندي شوية applications كده على تمام؟ الابليكيشنز دي عبارة عن عندي أربع applications آآ أول حاجة اللي هو المتوازي الأضلع المساحة بتاعته مساحة متوازي الأضلع عبارة عن طبعا بجيب المجنيتيوت لإن أنا مساحة ما فيش عندي مساحة بالفكتور لازم المساحة عبارة عن رقم فبجيب المجنيتيوت بتاعها طيب إيه الإيه والبي دول بيمثلوا إيه؟ يعني في متوازي الأضلع بيمثلوا ضلعين متجاورين يعني اتنين واربعا يعني مثلا لو ده إيه وده بي بقى ده وده تمام؟ آآ هم بعمل لهم آآ عشان أقدر أجيب المجنيتيوت بتاعهم عشان أقدر أجيب المساحة طب لو أنا عايز أجيب مساحة المسلس المسلس عبارة عن إيه؟ عبارة عن نص آآ متوازي أضلع زي ما إحنا شايفين قدامنا كده طيب هجيبه إزاي هجيب نص في القانون بتاع متوازي الأضلع اللي هو المجنيتيوت بتاع الإيه كروس البي واضرب كل ده في نص هيطلع للناتج وبرده الإيه والبي دول آآ لازم يكونوا آآ ضلعين متجاورين دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي المساحة لأيي؟ شكل مربع شكل رباعي يعني هتساوي نص نفس مساحة المسلس بس الإيه والبي بقى مش بيمثله معد怪 متجاورين الإيه والبي بيمثله Diagonals يعني مثلا لو أنا عندي مربع مثلا هنفترض أن أنا عندي مربع عندي النقطة هنا بيبقى فيه تو Diagonals تمام؟ تو Diagonals دول هجيب الطول بتاعهم هنفترض أن واحد مثلا هو wrong واحد هو البي بتاعهم اه اجيب الماجنيتود بتاع واضربه في نص هيطلع لي المساحة لاي شكل بقى رباعي ايا كان اخر حاجة معنا هي الحجم بتاع المتوازي السطوح اللي هو مثلا اللي هو شبه متوازي لاضلع كده بس ايه مضلع كده يعني سري دي تمام اللي هو اسمه متوازي السطوح ده عبارة عن الابليكيشن للسكيلر هجيبه عبارة عن ايه عبارة عن الماجنيتود للاي دوتل بي كروس السي وزي ما احنا شايفين القانون بتاعها اهوت هجيب الناتج واعمل له واجيب له الماجنيتود بتاعه هيطلع لي اه حجم متوازي السطوح طيب عندي شوية حاجات كده سهلة جدا وبسيطة هنرجعها بسرعة انا عندي طبعا ممكن اقدر اجمع ممكن اقدر اضرب في ثابت الحاجات دي سهلة جدا واحنا عارفانه طيب اليونة عبارة عن ايه زي ما احنا عارفين ان الاي والجي والكي ان الاي هي الون وزيرو الجي زيرو وان وزيرو الكي زيرو زيرو وان طيب دلوقتي لو انا عندي ايه عبارة عن ايه احداسياتها ايه وبي وصي اقدر اعبر عن اي فيكتور في الدنيا بدلالة اليونت فيكتورز اللي عندي دول عبارة عن ايه عبارة عن ان الايه مثلا احداسيها هتبقى الايه مضروبة في اليونت فيكتور بتاع الاي والبي مضروبة في اليونت فيكتور بتاع الجي والكي والسي مضروبة في اليونت بتاع الكي كل ده اجمعهم على بعض هيطلع لي الاي فيكتور داي. يبقى انا اقدر اعبر عن اي فيكتور في الدنيا بدلالة اليونت فيكتورز الاساسيين. اخر قانون معنا واللي انا شايفه بصراحة من اهم القوانين الموجودة معنا هو قانون الكمبوننت. قانون الكمبوننت ده بيتكرر كتير جدا في الامتحان. آآ ممكن يجينا عادي جدا مفيش اي مشكلة. دلوقتي آآ الكمبوننت عندي آآ الجيبريان كومبوننت. اركزت جدا ايه الاول وايه التاني. يعني الايه هي الي فديركشن البي ولا بي فديركشن الاي? لان دي بتفرق معنا جدا. تاني حاجة معنا بالجيبريان كومبوننت. طبع احنا الالجيبريان كومبوننت ده بيطلع لي رقم. الالجيبريان كومبوننت ده بيطلع لي فيكتور. تمام? باء من اسم جدا طب ايه القانون بتاعه؟ القانون بتاعه بيبقى عبارة عن المجنيتود بتاع 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 المجنيتود بت الكمبوننت بتاعي. طيب بتاع الالجيبريان كومبوننت. طيب الكمبوننت ده وده غالب ان اللي بيتطلب مننا في الامتحان. عبارة عن ايه? عبارة عن الالجيبريان كومبوننت اللي احنا طلعنا ده. مضروب في البي يونت. مش البي فيكتور ها? اركز جدا. البي يونت مش البي فيكتور. عبارة عن ايه? طيب البي يونت دي عبارة عن ايه? زي ما احنا اخذنا فوق. ان هي عبارة عن البي فيكتور اوفر المجنيتيوب بتاع البي ممكن بقى اجمعهم مع بعض كده ويبقى الA.B على المجنيتيوب بتاع البي لكل سكوير مضروب في البي فيكتور وزي ما احنا عارفين ده بيطلع لنا فيكتور دلوقتي انا اخد شهد امثلة كده بسيطة جدا على اهم الافكار الموجودة معنا عشان نبقى جمعنا كده ولمينا الدنيا مع بعض اول مثال معنا الكمبوننت بيقول لنا اي بيقول لنا ان عندي الA عبارة عن 1 1 و 2 والB عبارة عن 2 1 و 2 بيقول لي بيطلب مني تمام نركز جدا تمام عظيم جدا هحل ازاي هحل ممكن احل اجيب بالقانون الاخير على طول اللي احنا اخدناه هنا ده اللي هو القانون ده مرة واحدة وممكن احل بالخطوات ما عنديش اي مشكلة طيب لو انا حلت بالخطوات هجيب الاول عبارة عن فهقول احنا طبعا عارفين ان عبارة عن ايه اول حاجة هنا مضروبة فاول حاجة هنا فالتانية في التانية فالتالتة في التالت فهيبقى عبارة عن ايه عبارة عن 1 في 2 دينا 2 بلاس ال 1 في 1 هتدينا 1 بلاس ال 2 في 2 هتدينا 4 المجنيتيوب بتاع البي اللي هو عبارة عن 2 سكوار بلاس 1 سكوار بلاس 2 سكوار هيطلع لي 7 over 3 الvector component عبارة عن ايه بقى عبارة عن الالجيبريان مضروف في البي فيكتور اللي هو هيساوي القانون اللي قدامنا ده هقول الالجيبريان احنا طلعناها ب7 over 3 تتضرب في اليونت فيكتور بتاع البي البي يونت هتطلع لي ممكن اقوم جاي ايه احلها مباشرة هقول 7 over 3 over 9 هضرب ده في ده تمام عشان مثلا اني طلع لي ده مضروف في انا كتبتها بالشكل ده عشان ايه اديكم فكرة لو انتم هتحلوها بالقانون ده مباشرة هيبقى الشكل عامل كده هيطلع لي الجزئية دي هتطلع لي رقم اللي هي 7 over 9 مضروبة في البي فيكتور اللي هو 2 و 1 و 2 هيطلع لي في الاخر فيكتور اللي هو الناتج اللي قدامنا ده طيب تاني مثال معانا دلوقتي لو هو طالب مني الارية بتاعت التريانجل طمام انا دلوقتي عندي مسلس اهود مثلا بالشكل ده معلش هوا معوق شوية ادي الاي و ادي البي و ادي السي تمام انا عندي الاي احتسياتها بالشكل اللي قدامنا ده و البي بالشكل ده و السي بالشكل ده طيب انا عايزة اجيب انا ما كانش اقدق يعني طب اي بقى دلوقتي احنا عارفين ان الارية بتاعت التريانجل عبارة عن ان الاي ام عبارة عن اتنين ضلعين متجاورين تمام مضروبين في بعض طب اي اي طب انا هنا ما عندش اضلع انا هنا عندي نقطة انا عندي النقطة دي و عندي النقطة دي و عندي النقطة دي بس القانون بداية كان في اضلع فانا همسك اى Shut up اي ضلعين انا حبيبهم لو مسكت اى ضلعين هيطلع لي نفس الناتج في الاخر مافيش اى مشكلة فاحنا هنا اخدنا الضلع ده تمام و قولنا ان ده هو اللي هيكون ال اي أوكي هنرمز لي باي كابيتل وهنا عاكسر الرموس بس مش مشكلة وهنا اهما حاجة نفهم. وهنا هفترض ان الدلع دا هو ال B. تمام؟ انا لازم عندي طبعا احنا قلنا لازم متجاورين. هاخد اي اتنين مع بعض. طيب الاي ده عبارة عن اي عبارة عن الاي? الاي ده الاي الكبيرة عبارة عن اي عبارة عن اي بي يعني هي الدلع ده كله عبارة عن اي بي. واحنا اخذنا ان اي بي عبارة عن اي بي مينس اي. يعني عندي ال اي اهيته هتسوي الاي بي تمام? اي كوال ال B مينس الاي? هعمل بي ماينس الاي عادي جدا بطريقة العادية بتاعتنا. تاني ضلع معنا هو البي. البي اهو ده كده. خلي بالي جدا من اتجاهات الاسهم. لا ما ينفعش اقول السي ماينس الاي. هيطلع لي فيه ناتج بالنيجاتف فده هيفرق معي جدا في الناتج. خلي بالي المثلث بيمشي ضلعي من نفس الاتجاه. والضلع التالت عكسهم. انا ممكن اعملها باي شكل من الاشكال بس ما نفيش مشكلة. بس مهمة جدا عندي. ان انا اقول ان ال اي. مثلا لو انا هبدأ من ال اي. هقول ان ال اي بي دايريكشن. والبي سي دايريكشن. ما ينفعش اقول سي اي. لا لازم اقول اي سي. تمام? وبعد كده اخد اي ضلعين بنفس الدياريكشن بتاحه. فانا اخدت البي في دايريكشن بتاعه. وعبارة عن اي? عبارة عن ال اي سي. فهقول سي ناجاتف اي. والسي احداثياتي السي موينس احداثيات البي اه الاي قصدي وهتطلع لي ناتج عادي جدا بعد كده هجيب الاريا بالقانون اللي احنا عارفينه النص في المحدد بتاع الاي اه كروس البي المجنيتيوت بتاع الاي كروس البي قصدي فهجيب الاي كروس البي بالطريقة اللي احنا عارفنا هيتطلع لي فيكتور بالشكل ده هجيب المجنيتيوت بتاعه الروت ايت سكوير بلاس سكوير بلاس سكوير هيطلع لي الناتج بالشكل ده طبعا ما نساش ان انا بضرب في مانساش ان انا بضرف فهوف هضرف فهوف تمام هيتطلع لي الشكل ده يونت اريا فاكرين احنا ايام سنوية عامة لو كنا نسينا اليونت كنا بنروف ده يا على طول ناخد مثال بقى على الحتة بتاعة الارثيجنل دلوقتي لو انا عندي الا والبي والسي قال لي اثبت انهم ارثيجنل احنا كنا فاكرين الارثيجنل ده لما بيقابلني بستخدم ايه بستخدم الدوت برودكت بس انا كنت وقدر ان انا بستخدم الدوت برودكت لنقطتين اصلي دلوقتي اندي سي بكتورز هزبت ازاي انهم ارثوبنا هاخد كل مع بعض وهمل لهم دوت برودكت هيطلع لي زيرو فهقول ان ال اي وال بي دوت برودكت هيطلع لي زيرو والسي والا دوت برودكت هيطلع لي زيرو وبكده اكون اثبت ان هم ارثبت اخر فكرة معنا بقى لو هو طالب مني الور كده الشغل ده برضو يعتبر ابليكيشن من ضمن على هيقول لي مسلا عندي فورس معينة قوة معينة جدا. والجسم معين بيتحرج من ايه الى بي. تمام? اول حاجة احنا عارفين ده آآ القانون بتاعها ايه? عبارة عن الاف في الاس. الاف دي هي القوة والاس دي هي المسافة. تمام? طيب هحلها ازاي? اول حاجة هجيب المسافة وقال لي ان هو ماشي من ايه الى بي. هجيب المسافة من ايه البي ازاي? عبارة عن بي ماينس ايه. اتطلع لي رقم قدامي. بعد كده اضرب الاس اللي انا جبتها اللي هي المسافة في الاف اللي عندي دوت برودكت هيطلع لي الور. بالشكل قدامنا ده البسيط جدا والسان. كان فيه بس كده نقطعين صغيرين آآ هأكد عليهم. في الدوت برودكت والكروس برودكت. دلوقتي مسلا لو قال لي لو قال لي مسلا ان انا عندي الايه مضروبة في البي. تمام? دوت برودكت بلوس السي. تمام? كل دول طبعا فيكتورز. تمام? لو قال لي ان الاي دوت البي بلوس السي. انا عندي دوت برودكت بيتوزع عادي جدا. فهقول ان الايه كل ده هي ايقوال اي? هي ايقوال الاي دوت البي دوت برودكت بلوس الاي دوت السي دوت برودكت. يعني الدوت برودكت بيتوزع عادي جدا على الجمع والطرح. مفيش اي مشكلة. طيب اه بالنسبة بقى لو هو قال لي مسلا لو قال لي انه عندي مسلا الاي لو قال لي الاي كروس البي كروس السي لو اداني تلاتة كروس مع بعض وقال لي ايه جيب الناتج بتاعهم هعمل ايه هاخد اول اتنين مسلا اخر اتنين اي حاجة هاخد مسلا اول اتنين مع بعض اضربهم الاول كروس برو دكت عادي والناتج اللي هطلع لي هطلع لي فيكتور هاخده واضربه في الرقم التالت برضو كروس برو دكت عادي جدا ما عنديش اي مشكلة طيب بالنسبة لاخر نقطة دي في حاجة في سؤال مثلا عليها لو هو قال لي الاي كروس البي بلس البي كروس السي كروس الاي عفوا هيطلع لي الناتج هيطلع لي زيرو طيب جات منين دي من القانون اللي قدامنا دا لما باجي ابدل لو جيت ابدلت بحط نيجاتيب فانا لو عندي اي اي كروس البي بلس البي كروس الاي دلوقتي لو جيت بدلتها وخليتها اي كروس البي فهيبقى هحط نيجاتيب فهتبقى اي كروس البي مينوس الاي كروس البي برضو هيطلع لي زيرو وبكده نكون خلصنا اول سيكشن نتمنى تكونوا استفدتم معايا وفهمتم لو في اي سؤال او اي حاجة ممكن تسيبوها في الكومنت تحت واحنا هنرد عليكم بازن الله اشتركوا في القناة